معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى أصبحت في مهابي الريح فبعد مرور 32 عاما على توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تعلن وزارة الخارج الأمريكية الانسحاب من هذه المعاهدة انسحاب تعزه الإدارة الأمريكية إلى انتهاكات روسية مزعومة لنص الاتفاق وتشمل الاتهامة الأمريكية الموجهة لروسيا تطوير أنظمة صاروخية وهو الأمر الذي يشكل تهديداً للمصالح الأمريكية هذه معاهدة تعد من أقدم المعاهدات الموجودة وقد التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بفصول المعاهدة التي تنص على الحد من أنواع مختلفة من الصواريخ متوسطة المدى وأيضاً الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز لكن نلاحظ أن روسيا منذ العام 2008 بدأت في انتهاك المعاهدة الموقعة وفضلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاك المعاهدة الانسحاب وعدم البقاء في معاهدة وحدية الجانب رد الفعل الروسي إذا القرار الأمريكي لم يتأخر كثيراً الخارجية الروسية أعلنت بدورها نهاية معاهدة الصواريخ ودعا نائب وزير الخارجي الروسي الإدارة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسي لتجميد نشر الصواريخ المتوسطة المدى بعد نهاية هذه المعاهدة نهاية تفتح الباب أمام الكثير من الاحتمالات وفق محللين عسكريين إن المشكلة الحقيقية ليس في نهاية المعاهدة المشكلة هو إمكانية حصول المواجهة وهناك احتمال متزايد لحصول مناوشات عسكرية يمكن أن تحدث في أماكن مختلفة وربما قد تتصاعد إلى حرب إقليمية وربما قد تتحول إلى حرب عالمية الأمن العام لحلف شمال الأطلسي حمل روسيا مسؤولية نهاية هذه المعاهدة مؤكداً عزمه الرد على مخاطر الصواريخ الروسية بالطرق المناسبة وتعود هذه الصور إلى ما قبل 32 عاماً الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفيتي ميخايل قرباتشوفي وقعان على معاهدة الحد من الصواريخ التقليدية والنووية منذ ذلك التاريخ خجرت متغيرات جيوسياسية كثيرة ليعود ملف التسلح بين البلدين إلى الواجهة من جديد ترجمة نانسي قنقر